رئيس المصرف المركزي الأوروبي ماريو دراقي يرى أن اقتصاد منطقة اليورو لا يزال في طريقه للانتعاش البطيء متحدثا خلال مؤتبر صحفي إثر الاجتماع الشهري لصنع القرار في المصرف الذي ترك أسعار الفائدة دون تغيير دراقي أكد أن تكلفة الاقتراض تظلم خفضة لفترة من الوقت للمساعدة على الانتعاش نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في منطقة اليورو في الربع الثاني كان إيجابيا بعد 6 أربع من الأداء السلبي مؤشرات الثقة حتى إيلول سبتمبر تؤكد التحسن التدريجي المتوقع في النشاط الاقتصادي من مستويات منخفضة وكان لابد لرئيس المصرف المركزي الأوروبي أن يتطلق في مؤتمره الصحفي لإغلاق وكالات الحكومة الأمريكية وما يمكن أن يحمله من خطر على الانتعاش الاقتصادي العالمي والأمريكي إذا ما مضى قدما إغلاق موازنة الولايات المتحدة الأمريكية مسألة خطيرة إذا طال أمدها الانطباع هو أن الأمر لن يكون كذلك ولكن لو طال أمد الإغلاق فسيشكل خطرا على الولايات المتحدة وعلى انتعاش العالم معطيات تشير إلى تحسن اقتصاد منطقة اليورو مع نمو نشاط المصانع بينما يتجه الاحتياط الاتحاد الأمريكي إلى تقليص برنامج التحفيز مما يثير مخاوف من قيام الأسواق برفع أسعارها في أوروبا رغم الانخفاض القياسي للمصرف المركزي الأوروبي اشتركوا في القناة